يعاني فضيل صادق بوزيان الساكن ببلدية سيدي الأخضر بولاية عين الدفلة من شلل في شريان القلب حالته تستدعي أجراء عملية جراحية مستعجلة خارج التراب الوطنية تغطية الحاجم زكو ومراد دلوسي فضيل صادق بوزيان ابن بلدية سيدي الأخضر بولاية عين الدفلة بحاجة ماسة لدعم ذوي البر والإحسان بغية إجراء عملية جراحية مستعجلة خارج التراب الوطنية شكرا لقناة الأجواء التي جاءت لنا اليوم ودرت هذه المبادرة لقدمنا للمجتمع جميع المواطنين الوطن وخارج الوطن وأنا يا سيدق بوزيان فضيل مارض منذ أربع سنوات عندي فشل في القلب وبعد التحاليل والإجراءات اللي درنا مع الأطب أو لبروفيسور جاتينا تبين بأنها لازم لعملية جراحية خارج الوطن أصدقاء فضيل يبرقون سرخة من عايشوا معه أحلى أيام العمر قبل استسلامه لوعكته الصحية الطالب تعالى الشعب الجزائري كامل خونا فضيل محتاج مبلغ مليار ونص هذا المبلغ مليار ونص أنا أقولها أنا تقريبا الأخطاء تربينا فيها ديد الحمد لله مليار ونص اللي حب يروحي الحج اللي حب يرجيب عمراء ها هو فوضيل هنا إن شاء الله الرحمن الرحيم تمد عشر على فراك ولا تمد مليون ولا مئة مليون إن شاء الله يا رب الرحمن الرحيم هذا فوضيل يوم القيامة يشفعي فيها يا الله يا رسول الله هذا الإنسان صدق عليك الآن نبه نعيش مع أولادي هذا إنسان ما عنده الزوالي حلم فلذات كبد فوضيل يكمن في بشرى سماع خبر استعادة والدهم لعافيته من 8 ياب الأب يرجعك مكان ويرجع العمل تعوه يرجعك مكان بكري وإن شاء الله مجزانين يعاونوه وإذا ما قدروش يعاونوه بالدعاء اللي يقدر وباش دي العملية زرعة قلب خارج الوطن نطلب كعمل جزائريون يساعدوا أب يره ورايا الخارج بايد العملية زرع قلب ويدعو له ويدعو له فهيشفى فوضيل مسه غبن الحاجة ورسالته للمحسنين تختصر معاناته اليومية نطلب من جميع المحسنين وذوي الخير وذوي القلوب الرحيفة أن يسيوا بشي يجمعون هذا المبلغ الذي يفوق المليار وخمسمائة مليون ونطلب من الجالية الجزائرية الي في الخارج تعاون نثنين إن شاء الله ويبقى النداء معلقا على شرط استجابة ذوي القلوب الرحيمة شفاك الله فوضيل السادق بوزيان